تسجيل اللاعبين التي تبدأ يوم غد وتستمر حتى السادس عشر من تموز المقبل الاندية تسعى إلى إبرام عدد من الصفقات قبل انطلاق بطولة الدرع التي ستنطلق منافساتها كما تحدث في الرابع من الشهر المقبل الاندية طبعا تعاني من ذائقة مالية كبيرة وغير ذلك أن ثمانية اندية من أصل 12 محرومة من التسجيل وهذا أستاذ خالد كارثة صراحة قد تبدأ فترة التسجيل الأولى وممكن نشاهد فقط منافسة بين أربع اندية فقط التعاقدات والتسجيل اللاعبين الشخص اللي مش متطلع على واقع الكرة الأردنية والاندية بشكل عام خاصة على الصعيد المالي لما تشوف اقبال الاندية على التعاقدات والتسجيل والهال الإعلامية وتعاقدنا وهذا بطلع الصور بتحس انه الاندية بألف خير من ناحية المالية وخاصة انه هاي الاندية اللي بتطلع تتصور وتعاقدهم على لاعبين هم محرومين يعني كل هاي التعاقدات هي حبر على ورق لغاية الان يعني مش محسوبة من التعاقدات لأنه هذه الاندية زي ما تفضلت أكثر من نصف الاندية هي محرومة من التسجيل وهذه مشكلة كبيرة بتواجه الاندية فعشان هيك في الاجتماع الأخير اللي صار في نادي الحسين كانت مطالب من الاندية للاتحاد انه يعني ينظروا في هذا الجانب خاصة الاندية المعاقبة من قبل الاتحاد نتيجة شكاوي مدربين ولاعبين في السنوات الماضية آخر طلب من الاندية لاتحاد كرة القدم كان يعني على الأقل تقسيط المبلغ يعني تقسيط المستحقات وبالتالي السماح للاندية بالتسجيل نحن نعرف في السنة الماضية كان في تعاوم من الاتحاد كان في السماح للاندية بتسجيل اللاعبين شريطة دفع 50% من المستحقات المترتبة عليها وكثير من الاندية فعلا استطاعت التسجيل بعد ما دفعت نصف المبلغ الآن الاتحاد رافض فكرة أن الاندية تدفع 50% وهذه يمكن فيها نقطة إيجابية في اتحاد كرة القدم أن الاتحاد كمان بنظر لمصلحة اللاعبين والمدربين المشتكين وهذه تحسب لاتحاد كرة القدم في السنوات الماضية كان في تهميش كان دائما الحلقة الأضعف واللاعب أو المدرب المشتكي كان التفاهم بين الاندية واتحاد كرة القدم على حساب اللاعب المضلوم المشتكي اللي له حقوق فكانت العمليات والصفقات تدار بعيدا عن الضحية الحقيقية وهو اللاعب الآن في الموسم الحالي اتحاد كرة القدم طالب الاندية أنه يتم انصاف اللاعبين المشتكين يتم دفع مستحقاتهم فالاتفاقات كل هذه تأخذ بعين الاعتبار مصلحة اللاعب عشان هيك الاتحاد لغاية الآن رفض دفع 50% لسمح للاندية بالمشاركة في حكي وفي حث من اتحاد كرة القدم وهذا اللي شفناه صرحت فيه الأمين العام مبارح أنه لازم الاندية من ثمن الرعاية ومن المبالغ الرعاية اللي رح تأخذها من الاتحاد تدفع لللاعبين حتى أنه يخلصوا من عقوبة منع التسجيل فبالتالي إذا استطاعت الاندية تخلص من هذه العاقبة رح يكون متاح إلى تسجيل عدد من اللاعبين كل منع تسجيل محلي صح للاندية ما في دولي بأعتقد فيه في اندية ممنوع من دولي لكن الغالبية العظمى هي من الاتحاد الكرة وزي ما حكى الأستاذ سعيد عجاوي أنا مع شعار أو المثل اللي بيقول على قد حافق من درجلية يعني مش بالضرورة أنت تجيب لاعب محترف وكثير من اللاعبين المحترفين هم أقل سعرا وأقل أداء من اللاعبين الموجودين يعني في اندية بس فقط على أساس يقول أنه جايب محترف يعني بتروح تجيب لاعب مش عارف برازيلي ولا مش عارف من أي هذا بتلاقي المبلغ متواضع جدا وبتلاقي مستوى على قيمة من اللاعبين مستوى اللاعب متواضع فبالتالي يعني لازم الاندية تكون دقيقة في الانفاق اللاعبين فيه لاعبين مغمورين فعلا هم فقط الفرصة مش متاحة لهم ليش اللاعب لما يلعب في نادي مثلا بعيد عن الأضواء هو متميز بيكون بعيد عن كل شي حتى مستوى بتراجع لما يلعب مع اندية كبيرة زي الفيصل الوحدات الحسين الرمثة بتلاقي اختلف الأمور لأنه في عوامل أخرى مش شرط مش شرط اللاعب تجيبه يظهر بمستوى جيد في الدوري هو بحاجة لدعم مادي بحاجة لدعم معنوي بحاجة لدعم جماهيري وعشان يكن يشوف مساعدة زملاء أيضا بالضبط وعشان يكن يشوف لاعبين يعني يكون في الاندية الأخرى مستوى عادي ومتواضع لما يروح على اندية جماهيرية زي الفيصل الوحدات والرمثة الحسين بتشوفه بلعب بشكل غير بتشوف الدعم الجماهيري ساهم في رفع معنوياته فكل هذه الأمور لازم الإدارات تدرسها حسنا بنحكي عن اندية محترفين ما بنحكي عن أي اندية فالاحتراف مش معناته فقط دفع المال للأسف كثير من اللاعبين وبشكل عام الاحتراف في الأردن أنه أنت راتب شهري مقدم عقد الاحتراف ترتب عليه بلود لكن الاندية ما بتطبقها وكثير من الاندية ما بتعرف فيها أصلا دازم يكون فيه اللوائح اللاعب الاحتراف أوكي لك راتب لكن فيه لك عقوبات فيه لك خصومات فيه لك مكافآت فيه لك سلوك إداري في كثير من الجوانب اللي الاندي إذا بتطبقها يعني بتوصل نوعا ما للاحتراف وبتحفز اللاعبين لتقديم الأفضل